القائد لما يخاف من شعبه يبطل ترى بحياة الفلوس ما سوى الزلم حكم العملاء والمرتزقة احذروا الشعب حينما يغضب والله يأكلكم بسنونة بعد أن فعلها الصدريون مرة أخرى ودخلوها من جديد المنطقة الحكومية التي البعض يراها أنها مقدسة وأن الدخول عليها أو لها هو مساس بسيادة الدولة المزعومة أو الموهومة الصدريون يقولون أنها مجرد وخزة للإطاريون أن انتبهوا نحن هنا الرسالة كانت سريعة وكانت مستعجلة والإطاريون قد قرأوها وممكن أن تكون هناك ردات فعل والصدر أعادها إليهم بطريقة أشد مما كان يتعاملون بها معهم عندما نجحوا في سياسة الثلث المعطل في عدم تشكيل الحكومة أو مشروع الأغلبية الوطنية عاد إليهم بثلاثة أثلاثة معطلة من خلال الشارع ومن خلال القواعد الجماهيرية وهذا ما تقدر الشكل عليه لا تقدر تقول له متوافق مع الدستور ولا خارج نطاق الدستور لأنه الشاب مصدر السلطات يبدو لي الإطار لا بد له أن يراجع هذه السياسة لأن هناك من يريد للإطار أن يزج به في صراعات غير محسوبة العواقب لأنه عملية الترشيح والحكومة هناك طرف هسه هو انسحب من البرلمان بطل من العملية السياسية لكنه زعيم شعبي يجيك واحد يقول لك أنا الذي كنت قد خبرتهم مقاتلتهم وهم لا يقون وهم لا كذا هذا تصريح لبو الغيرة ذاك تصريح لبو الخبزة ذاك حكايات القائد العزيز الغالي عمي الأحداث يجب أن تقاس على الأرض ويجب أن تقرأ قراءة صحيحة لموازين القوى خوفا من الفوضة القادمة وبعديا لما طب الشعب اليوم إلى الخضراء ضاقت بيكم الدنيا القائد لما يخاف من الشعب يبطل قلنا لكم الحرامي تطلع على الشمس ليش البعض منكم خاتل بعبات مرته ويدور وين يطلعوا قسم الهزم شرد غير الشعب طب ممثلي الشعب يتلقونه موهيتي هي هاي السلطة هو هذا الصراع على السلطة وقائلها من زمان يابا اسمعوا طرح بحياة الفلوس ما سوى الزلم الزلم اليوم اللي يطب الشعب أو حاكم للشعب الدورة والدورتين والوحدة والنصدورة كون يوقف يتلقى الشعب والشعب يأخذوا يا صور مشارد من شعبه مو مهزوم هذا حكم الجبناء وهذا حكم العملاء والمرتزقة عندما لا يعملون من أجل شعوبهم إنما يعملون أذل الله لمن ينصبهم مئة مرة ألف مرة قلناها نحن لسنا أعداء لكم احذروا الشعب حينما يغضب والله يأكلكم بسنونة وهذا ليس غضبا هذا بداية لغضب آتي سوف تزلزل الأرض تحت قدامكم وما زلنا نقول التيموا التيموا حاسبوا أنفسكم حاسبوا فاسديكم قبل أن تبتلعكم الأرض والشعب وينزلوا عليكم عقاب الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر